تحية وسلاما تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما السادة الأفاتارات جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في البث المباشر اللي بيجمعكم جميعا على مختلف أطيافكم شباب وشابات كبار وصغار رجال ونساء أبا وأما خالا وعما جدا وجدة وكذلك أيضا سياسيين ورياضيين وكلكم مرحبا بكم في البث المباشر وإن شاء الله الصوت يكون عندكم واضح من البداية إن شاء الله الصوت عندكم واضح شباب من البداية ومن البداية هب الناس تبدأ لايك وشير تجيل جدا كعيس من البداية دارين ندخلتوش أهلا بكم كثير كل السادة الشباب مرحبا بكم كثير طيب إن شاء الله بس زي ما قلت لكم واضح طيب حقيقة الناس تعمل لايك شير لايك أسفل الفيديو على يدك شمال تحت شير أسفل الفيديو على يدك اليمين كثير المشاركات في كل الجروبات بتاعتك طيب يا أخوانا نحن السودان يوميا من نستيغز على حاجة مؤلمة ويوميا من نستيغز على بلاوي ومصائب وكوارث بيجينا نتعود على المسألة دي وخلاص العقل الباطن بتاعنا الشبه تبرمج على إن السودان تحصل فيه إشكاليات وإن السودان تحصل فيه مصائب أول ميس وأول أول ميس جامت بلاوي في الكدر لكن قبلها في مشكلة حصلت أما يمكن ضروري جدا أوضح الموضوع ده اللي يطلبوه مننا برضو مجموعة من الإخوة يزاوهم الله خير المتابعين للشأن العام والعارفين التحية عبدالسلام الفادني من هنا كل الود والتغدير طيب في قضية يا أخوانا بتاعت واحد من أبناء الشنابلة ربما يحفظوا ويحفظوا ويتغبلوا إن شاء الله يعني يمكن شغال في سوقليبيا وتغريبا اللي هو أنا كايس الإسم كويس ياريت الناس ممكن تميدنا به في المعلومات ياريت كويس الرجل ده إن شاء الله نحسب إن ده الله شهيد يا أخوانا الرجل ده مات عن عرضه ومات عن ماله كويس ماش يودي زوجته تغريبا مقابلة أو بيته المهم هو وزوجته بيته في ركشة سائج الركشة جا واحد من التسعة طويلة خطف الموبايل بتاعه لما انقاوم الحكاية دي اتجرى من الركشة وقع على الأرض يتهشم رأسه تغريبا رجل ده في مستشفى عليها إلى أن توفاه الله عز وجل يوم أمس حاجة مؤلمة والله العظيم كويس حاجة مؤسفة التعازي ليه ولأسرة التعازي لكل من مات يا أخوانا في اتجاهات السودان جميعا كويس التحاءل ربنا سعادة عادي تغبلهم ويحييهم إن شاء الله يا ربو يكرم نزولهم بإذن المولى الغدير كويس يعني الجصة دي مش أصبحت ظاهرة خطيرة هي أصبحت ظاهرة يومية عادي يعني كويس يعني تترحموا على الزهول ده ربنا يتقبلوا والعارف اسمه يعني تكتبوا في التعليقات لأنه نحية تنقسم راح مني أنا هماني الفعل أكتر شي والنتيجة بتاعت الفعل طيب في موضوع الكدرو الناس يتكلمت عنه وأنا ما حبيت أتكلم عنه إلا أحاول أحيط علما بالموضوع لأنه في جضايا الزول يعني ياريت لو يتبحر فيها لأنه غتكلمة واحدة منك تولي مشكلة كويس غتكلمة واحدة منك تطفي مشكلة غتكلمة واحدة منك متأثر كويس فده عادي يعني لكل ناشط ولكل زول يعني إعلامي أو سياسي أو الحالزة دي هو حي من أحياء أخواننا الجنوبين واللي هم موجودين في القطاع ده هم في الكدرو في أم القرى اعتدت اعتدت حسب رواية أهالي أم القرى ذاتهم أو اعتدت مجموعة منهم على أحد الشباب البطاحين وتم قتل الشاب ده وأنا خاف الجصة دي يكون وراء جهات سياسية كويس وتم قتل الزول الزول يمكن ربنا يرحم يمكن ما عنده على غزات واحتمال بالسياسة أنا ما أحرفه لكن حقيقة حدث مؤسف جدا أنا ما عارف أنت بيتمين للقتل أنا ما عارف غريستك الإنسانية دي يعني ربنا سبحانه تعالى غرز فيك الدفاع عن النفس أو غرز فيك القوة أو غيره يا أخي خلاص عليك الله لو يدت عندك القوة دي كلها عليك الله أجيب في ظلط شارعكم أو الشارع البعده خلاص من بعد المغرب عليك الله أي مرة لجيتش إلا ليها تلفون أو أي أم ولا ماشي في الشارع وصلها لغاية مأمنة وتعالى لو يدت عندك القوة دي كده خلاص والطاقة للدرجة دي وما عندك أي موضوع خلاص عمل كده ربنا سبحانه تعالى بيجيرك عليه ويأخ بتكون إنسان صالح في الأرض حتى كويس أي أن كان أنت لجيت حدث زي ده يعني طوالي يا رب كويس النور كويس أي زول أنت لجيته في الحدث ده وفي الموضوع ده أطلب منه الكلام ده المجموعة ديل من الشباب ديل جوا اعتدوا على الزول ده وقتل أهل الحي بيقوا يطالبوا بالثار لأنه بيتكلموا عن قضية زي دي قبل فترة حصلت ليم مع نفس الناس وبيتكلموا عن كده أول حاجة أنا ما حوجه هي خطاب عنصري وفي كتير من الناس دائرة الواحد يتكلموا كلام عنصري أنا ما حتكلمه أنا بتمنى الله سبحانه على حل المشكلة لكن ما بيحدに إنو برضو ما نقول غلطان خلاص التيم العمل الحياني من الشباب ديل يعني اللي هم من أخوان من الجنوبيين اللي هاجمون الناس لكن انا بقول اخواننا وكلنا بنقول اخواننا وجون وكوال وشول ومادوت كلهم كانوا اخواننا وتوماس وهناي اروب وامنو كلهم اخواننا كلهم لكن ما خلاصي بيجى الدولة دولة جنوب السودان وده السودان هنا بمثل شمال السودان عموما طيب في حاجة لازم الناس ينتبه لها اللي هي قضية ان الدولة هي قاعدة اتراها براع يعني انت من الصعبة بمكان شمالي تمشي ترتكب الحاجة في جنوب السودان زي ما انت رغم التفلدات اللي قاعد تحصلينها كويس برضو بنفس الطريقة انت كسوداني برضو يصب عليك ترتكب جرائم زي دي في دولة تانية كويس لكن احنا السوداني اننا بيجى يعني مستباح الحما يعني زمان وايل ابن ربيع قال سيعلم المرة حيث كانوا بان حماية ليس بمستباحه فبالتالي انت انت السودان اول حاجة عبدالله البشير لو بيتذكره خلاص اخو عمر البشير خلاص اللي هو كان فاتح لهجرة كويس غير الشرعية خلاص وبياخد جوازات الف وخمسمائة اثنين الف وخمسمائة دولار في الجواز الواحد ضيع البلد دمر البلد انتو ما قلتو اتخذوا قرار من رئيس الجمهوريين انهم يجوا داخلين ودارين تجيفوا معهم كسوريين مثلا طيب ليه لما انجوبت بيعليم الجوازات طيب وبالسعر الغالي ده ما هي تجاره فيه انت هي تجاره انت ماجزة قصن اخوانا ولا شقانا فيه انت ده كلام فارق سايب تقول اتو ساي يعني كلام سياسي كده ما اكتر زي زول جاي تشتري منه حاجة مثلا يعني القصة دي كان برويه ليه الوالي الطوال يا ربنا يشفيه كان برويه ليه ليه وان يعني ججم حتي في دكان فالزول بتاع الدكان اللي قاو بيرحب بزول يا وده القبائل يا وده اصول يا فقالت كيف جدا يعني من اللي نايفة لو انا الزول مشا قال ليه الزول ده منه انا ما عرفته قال ليه والله انا زالي عبارف قال ليه طيب انت قلت كلامك ده بناء عليش ناسي يا قد ده القبائل والاصول يا سيدي يا قائد يا رائد طيب يقول لين قال ليه اه ما كلام سوق ساي في امتى فنبعد من كلام السوق السايدة في امتى نركز في لغة العمل طيب الدولة دي الان عليها تحصر عدد كل اللاجئين في السودان لو كانوا من جنوب السودان ولا لو كانوا من نيكاراقوا ولا لو كانوا من البرتغال او من ايطاليا او من روسيا او من امريكا او من كلمنجارو ناس امريكا الوسطى او لو من اي دولة تانية كويس ولو جاي من كوكب بام زحل برضو خلاص الدولة عليها الان انها تحصر عدد اللاجئين كويس بسرعة خلاص واحد اتنين مثلا عندك لايجئين الان قاعدين في غابة دي شانجو الغابة دي شانجو لكن التنازل من كبر الفتحة على يدك اليمين انا الحتة دي كل ما عائلة الوجيعة بتقتلني هس حتة زي ما تعمل يا اخي سياحة يا اخي ياخي ما تعمل استثمار يا اخي ياخي ياخي دي ما الجزيرة جوا البحر يا اخي وفي الجزيرة تانية بدأت تنمو لك قبل يا اخي ياخي ما تستدين منها يا اخي ياخي عمر البشير عرفناه مخ وطبلة وما بيفهم حاجة في انت واغلب المعاو او كتير من المعاو كانوا بالصورة دي في انت لكن انت بردك بالمغابة الحرية والتغيير جيت وربنا سدى امخاخكم زي ليلك صمم بكم بنفس الطريقة كويس ياخي سافيت منا غابة دي شانجو دي اول حاجة اعمل لك استثمار وسياحة عمال حتة سياحية العالم بيفتش حتات زي يا زول الغطارين انا في الدوحة كنت وشهدت الحاجة دي شفتها يا او شفتها باين يعني هذه الناس ادفنوا البحر منطقة سموها الدفنة دفنوا البحر وبنوا ابراج اللي هي بتلقايه على كاتارة والحيكتات دي بنوا ابراج عديل فيه متى فالعالم بيبحث عن حاجات زي دي شبابة وصد انكم واضح وكل حاجة لو سامعني لايك شير يا جماعة لو سامعني لايك شير اللايك اسفل الفيديو يمينك المشاركة اسفل الفيديو يمينك والشير اسفل الفيديو عدك اليسار كويس ياريت وملصغات بسرعة طيب زي ما قلت لك دي الأحداث كانت الحصلة الآن عندك زي الغابة دي بيستفيد منها الآن إنت عندك الأجيين قادين في الغابة دي قاية قطعها ساي مستغلين لها وكرة للإجرام كويس وضرر للدولة بالمناسبة كل الدول بتفرض وبتعمل سييل ضريبي على كل زول مهاجر جل أرض دولة تانية أو بلد تانية مباشرة بتم بيعملوا ليه الضرائب دي بمشي بيدفع سنويا حتى اللاجئين اللي سيكونوا مثلا من السودان أو من أي دولة ماشو أوروبا ماشو أمريكا ماشو كده كويس كل الرعاية اللي عملوا لك لما يتجيب دي والدولارات اللي يتجيب أشنو حقوق الإنسان والدولة ووا بعد الشيء بيخصيمها منك من خلال عملك العام في الدولة كويس لما انتعمل بعدين هم بيقوم باشا كده هم بيركزوا مع الزر اللي بحاول يتعلم من البداية لهم بيتعلم ممكن مرات يصعبوا لك إجراءات الجواز إجراءات اللي سموها شنو الجنسية في إمتى بتاعت الدولة دي في إمتى عشان كده دي رسالة لك لو ما شيت أمشي حاول يتطور ما تحاول تمشي تحديها يعني واحد ينوم والصباح يصحى الساعة عشرة يجي يعمل لنا لايف يقول لنا الآن دارين أشكل مليون جندي ومليارين إتا كان بطل صحيمة تأتي تشكله منينا إتا تتحرش الناس ما لك إلا للفيت نعوز بيلاي منك قدر مزل يعني يلقى حاير يرسلوا لهم أقطع يشوف دفلان بينبزوا لديا إلا كلام فارغ ما بيبني بلد كلها عنصرية وفرتقة وكلام فارغ في إمتى وبحرشوكم عليه وغادت حركات للأسف في إمتى للأسف وبتعملوا نفسكم إنه درائكم ما عندكم رأي ولا غيمة للدرية دي معاملته هم بحرشوكم بيقول لكم قولوا كده في إمتى واللاحظوا الحاجة دي الخطاب ده ذاته كان عنده جزء من الحاصل ده الخطاب ده ذاته السياسي ده أربطوا بالواقع بتاع التفلتات كثيرة بتلقى عنده دور قادة الحركات المسلحة قدتوا كثير منكم بيحرد ابنائكم على العداء بيحرد ابنائكم في الغوزات الحركة السياسيين الخطابين تحديدا منهم بيتخلهم يطلعوا بس اللي ينبزوا نازع انصريا يا جاب البلا الواحد لا تلقى عنده طرح لا تلقى عنده وعي ولا تلقى عنده إدراك ولا عنده فهم أحقاد وحسد وأدران في النفوس يخل كلام فارغ يا أحلي خلاص وبنفس الطريقة الاحزاب السياسية الاحزاب دي علمت كوادي لأنهم يكونوا مزلولين ما يقولوا رايهم نهاية بس يحرشونهم شو نبزوا كده ينبزوا كده يقولوا كده يقولوا لكن ما علمتهم على القوة ولا الشجاعة ولا دي حاجة أنت بتكتسبها بلاك بعضك الاحزاب غدت تضيف لك جزئيا كده فيه انت الكدرو هي حادثة بيتعبر عن إجرام حاصل في بلد المفترض يكون أمنه متوفر حوادث الكدرو الآن هي رسالة لكل الشعب السوداني كويس ما القصة الكدرو براها الحكاية دي أنا أتوقع بقرة تتفلت لك في الخرطهم في الحاج يوسي في مدرمان في الشجلة في صالحة في نيكاراقوا في إنت تتوقع كل الحتاة دي يمكن مع رشاية شعلي لك ليه ليه أنت ما تسمع لي كلام القاعد في أمريكا وقاعد في أوروبا وخالف كراح وبيغشك ويقول لك أمرك وأفعل وهنا كان بكرة ده يمكنك نيكاراقوا ما بقيف معاك ولا بيشغل بك إنت بتصطلي بنار الحرب اللي هنا يبقى تابع كلامه في إنت بقول لك أمرك تمر أمرك لو إنت نفسك يعني شايف أمشي في إنت لكن بعدين بتبقي لك إن كلام ده كان خطأ في شنو كويس الآن إحنا مغترطت تكون سيازتنا سيازة تحت بنا شوف الآن اللي بيحصل من تفلطات على الناس وعلى الآمنين ده السلوك غير مقبول يعني نعم نحترم إخواتنا الجنوبيين نحترم دمنا مع دمهم من قغل لا عاش من يفصلنا كل الحياة دي والله نحترمهم كافة الاحترام مع أهلنا هناك جبائل هم حدودية معنا كويس لكن بالمقابل أيضا الحياة دي خلاص الآن الدولة عليها هنا تتعامل في كل الملفات بتاعة كل اللي جئين بإنه تتعامل معهم تعامل بتاعة دولة مش تعامل بتاعة حافلة روزة وأو حافلة حافلة زادة فيها جروش تعامل بتاع جاركم كده عنده بوكسي بس جماشي يا الله جماعة ها الماشي جدا مركب وررر الناس جاء تركب دي الدولة الآن دي الدولة نتكلم بكل وضوح دي الدولة دولة ما بتقدر تفرط أمنها مسؤولين عسكريين يملوا حيطة ولو يملوا السماء في إمتى حجما لما نأيج مباشرة لحاجة يسمى التفلدات أمنية يقعد يعيين لها كده أو ما يقدر يحلوها تيبقى دي حقوم الشيء يدي يبقى جبريل ويته منه مدير الشرطة ويته وزير الداخلي ويته وزير الدفاع ويته بتاع الشرطة كل الغوات النظام إنتو الآن يعني بس قاعدين تعاينوا كده في الناس كلها قاعدين تعاينوا كده في الناس هالناز يتموت وتتقطع هل الهدف إنهم يقب في الناس راكعين يعني مثلا كويس هل إنتو الآن عيزتوا لو عيزتوا تعالوا أطلعوا في الإعلام قولوا عيزنا جمال عبد الناصر ده لما حصلت النكسة بتاع السبعة وستين لما الغوات الإسرائيلية ضربت المطارات العربية انتهت منها كويس اللحظات المعروفة كانت نكسة يونيو سبعة وستين مباشرة طلع في التلفزيون وأعلن عن تحمله كامل المسؤولية وترجله من السلطة وعين زكريا محيددين أو زكريا محيددين اللي هو كان مدير المخابرات الحربية وهو المدير المخابرات الحربية ممكن في حدراسة نجيب الوكيد داك لما عبد الناصر جاب نجيب كدرجة كده الوكيد داك كويس فهسي بنفس الطريقة بنفس الطريقة أنا بقول لك إنه ترجلوا عن السلطة تعالوا بقوة قولوا الله إن إحنا فشلنا تماما وروا الشارع السوداني إنكم إنتوا مقدرتوا لحاجة شوفوا الشارع دا عنده حل وعنده حد برضو كمان مرات إنتوا ما تضغطوه يعني هسي مثلا أنا ديك مثلا بصير لو زل خدتك في رأسه مثلا زل خدتك في رأسه دار يكفي لك مثلا أو دارك إنك إنت ما تنجح نهائي أو دارك إنك ما تمشي قدامك خالص خالص مع إنك إنت ممكن كانت لفتت على زل زل دا ممكن تضيعه برضو يعني بسهولة كويس ما زلان يعني نتكلم زل مثلا قافلة قافلة شديدة طيب إنت في الحالة دي بتعمل شنو مش بتتفلت مش بتحصل منك ردود فعل بعد دا بنفس الطريقة إنتوا لآن ما دارينا شارع داي عبر ولا داري إنه إنجح السودان دا إنتوا داري إنه لآن نضيع الآن كل المخابرات العالمية بتلعب في السودان حادثة الكدر دي حادثة خطرة بتوريك إنه يمكننا أن نقتل نهارا جهارا يعني هنا تمرق مظاهرات الحساكر يدقوك ترصاص تايجي بيجاي ماشي تسعة طويلة تقتع رأسك بره وما هنا يتجع زي المسكين دا ربنا يتغب الأخي ويرحمه كويس تتلفت بيجاي حادثة خطفة بتاعة الطفلة عليها ما عارف دا تاجي العضاء ولا زول دا يرجروش فيه إمتى يعني جصة كده غريبة شوية الحمد لله ربنا ردها كويس لأهلها حية الحمد لله لكن تغريبا مريضة حسب يعني ما ينقل عن الأسرة ما عارف أنا صاح ولا لا لكن من أشخاص يعني نحترمهم يعني في الموضوع دا متعب حينو كان دي ردودهم كويس فبالتالي الحادثة التي نتعليها دي ذات خطر كبير جدا بدقة ناقص الحواليز دي دا يرى مراجعة وهي زالي قعد في الوقت دور الدولة شنين بالكلام دور الدولة شنين وموقف البلد شنين بالكلام دا ووين السياسات العامة الضابطة ووين الهيئة الرقابية اللي هي الجهة اللي بتتولى عملية الضبط زي ما الأسعار في السوق بتكون في جهات وضباط داريين وغيرهم بيعملوا على أن الأسعار تكون سابتة في مكانها خلاص وما يكون في زيغ أو كده خلاص يعني دا شغلهم ما بيجيبوا لهم بعدكم يتفلتوا دا شي تاني كويس زي ما ديل الرقابة لما انت تحيص نفسك مراغب يا أخوان أنا والله أقول بصراحة والله صدق الذي قال من أمن العقوبة ساء الأدب والله الذي لا إله إلا هو ما تفلت عليك أجنبي في البلد دي إلا لأنه عارف ما في حكمي بيجيو والله أنا أكون واضح في القصة والله أنا أقولنا الاحترام لكل زول بيجي من برا السودان يمكن أنا ذاتي يمكن أبقى لأجيئ لدولة يمكن أسي أموت معصة يمكن كده إيتي ما معروف إيتي ما معروفة كويس لكن أنا بقول لك وقسما حسما اللجوء اللي تبتشوفوا دا كويس أن إحنا نغدر الناس مثلا نجو نغدرهم كويس والله ما نحب بهم لكن يا أخواننا ما فيزوا لبيت عامل كده يا أخواننا دي ما لناسبة هو دي ما بيبني لك دولة في حينتا ديتا بتكون عندك كرنك قاعد فيه ولا راكوبة كده وعزمت فيها ناس جابة وبرنابي والموضوع اللي كده انتهى ما أكثر من كده الصوت عندكم إن شاء الله يجمع في كامل الوضوح يا شباب يا أخي أهم حاجة عليك الله الصوت يكون واضح عندكم تماما ما نكون قاعدين نلعلى أساكن لو الصوت عندكم واضح واضح ويا ريتا يمعنا برضو دائر من الناس اللي بتابعوا اللايف ده والله منكم ناس كتار جدا نوعين وناس كتار جدا عاجلين وأنا بحترمهم يا ريت برضو أكتبوا لينا أنراءكم وأكتبوا لينا يعني إنتوا شايفين شنو خلاص الإحصل إنتوا شايفين شنو إنه الدولة تتعامل كيف فينا في القضية دي أنا ما دائر أتكلم لك فقط والله في الكدر حصل أنا ممكن أقول لك كده وأجوا أدركزوا لا أنا قاعد أتكلمك في الحلول الآن كويس بتكلم معك في الحلول أنت ذاتك ساعدني في الحلول ساعديني في الحلول من داخل وخارج السودان كثير منكم ما شاء الله ربنا مننا عليهم بوعي أو بثقافة أو برؤية اكتبوا علينا خلوا البيجي يجرى التعليقات إلقا يستفيد منها كويس أنا متابعة لديه الثاني الشبكة عندكم تماما واضحة يا أخواننا لو الشبكة تماما عندكم واضحة وارونا قل لنا والله الصورة عندنا واضحة الشبكة واضحة أي حيات يا واضحة المشاركات يا شباب أعملوا شير أعملوا شير الله يبدأ خليه يشوفه وزيرة داخلية الله يبدأ خليه يشوفه مدير عام الشرطة الله يبدأ خليه يشوفه رئيس يشوفه رئيس الدولة خلاص الله يبدأ وصلهه كل مكان يا أخواننا نحن بنحتاج بعدها صوت بتاع وعي عالي نحن بنقول الآن من الشارع الآن المهمة دي هي مهمة بتاعت عساكر الآن التفلطات البحث بتحصل دي بتحملوها العساكر تماما اللحظة دي الآن ما بتحملها مواطن بتتحملوها إدتو العساكر وبتحملوها معاكم الجحات أيضا لأنهم بنفس الطريقة دي ساعة طويلة بينها في الشارع وده خالد سيليك بتهمة خيانة الأمانة ما في فريق ما في فريق التهمة أنا بتكلم أنا ما قلت لك صدر في حقه حكم ولا دير التهمة زول ولا حصل قلت لك لكن أنا قلت لك التهمة في إمتى فإيبقى خالد سيليك الآن اللي هو يعني هنا لأنه في جهات داية نتطلع بأي طريقة لا 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 خلوا برضو لها داية لا تجري مجراء أشان الحق يمشي ما قلتوا الحق يمشي في دي السيس يمشي في أحمد الضي يمشي في عمر موسى يمشي في عيسو بنو شوتاين يمشي في منو كمان برضو أسي خلي يمشي برضو هي لو جات كده عشان كده من زمان نقول لكم ما تغطروا بالسلطة ما تغطروا أنا عارف نزيلوكم في أقرب محطة كويس دا كان وصلتوا لمحطة فإشنو الآن الجصة دي بدي تحملها يا عساكر بشكل كبير انتم المتحملين الآن الجصة بتاعة التفلتات الأمنية كويس الناس تزيد الشير يا شباب زيدوا الشير زيدوا اللايكات زيدوا الملصغات كويس الأحداث دي دائرة من الكل إنه يراجع نفسه خلاص من المسؤولين دور وشنو يجب تقوم في محاسبة لكل زول من العساكر عارف الموضوع أو أي زول من العساكر مسؤول وما تدخل الجاعد يحصل دا بعد شوية حيقدي لك لحاجة يسمى تفلتات ولحاجة يسمى سيولة أمنية بشكل حقيقي بعد دا يتفاجأ بيشوفها بعينك يعني كويس تفلتات أمنية فجأة خلاص ما تأمن فيها على زول يعني تاني يكون يعني فعلا زي ما قال أقبلت الفتن كغطاء الليل المظلم تمشي الدكان بتجيك فتن ما تقدر تمشي الزلط تجيك فتن ما تقدر تمشي السوق تمشي الخرطوم تمشي مدرماء تمشي بحري خليك من تسافر داخل ون خارج البلد في إمتع الكلام ده أنا بقوله لأنه بنبه وبنبه وبنبه كمواطن وتالي بذكر وأنا ممكن أقول لك أي بيت غير لكن الأبيات دي لأنه بتحمل خطر جدا الأبيات بتاعت أرى تحت الرمادي وميضة جمر أرى تحت الرمادي وميضة جمر ويوشك أن يكون له درام فإن النار بالعودين تزكو وأولى الحرب مبدأها الكلام فقلت من التعجب ليت شعري أعيقاظ أمية أميام أنت أين يا سادة يا دولة أنت أين أقول المتحدة بيتقول أول الولايات المتحدة بيتقول فرضوا عقوبات قبل شعب غنات الحدث فرضوا عقوبات على قوات الاحتياط المركزي الموضوع تفصال نحن صدد ناس أفهموه طيب على أي حال زي ما أقول تلك هي الجصة يعني قدر المدعي لإطار الموضوع تلقاهه كبير أهلنا في القدر نرجوكم إذا عملوا بضبط النفس بقدر الإمكان بقدر الإمكان كويس أيتعاملوا بضبط النفس كويس وكمان في رسالة الناس في في مقطع لاف الحرامي تغريبا اه اتقبط في حتة جبرة ولا وين في حتة غاية في الخرطون دي كويس و شوف أنا داري أقول لك كلام في فريق بين أنه أنت تأدي بسارق وما بين أنك أنت تشهر وتستعرض بطولتك في النهاية دي تزول واحد برضو دي برضو حقيقة يجي بنا تتقلب كويس أنا معاك ممكن تسلم الشرطة بكرة يفكو هدي كمان حرة خلاص خلاص أنا معاك في الجصة دي ممكن عادي تؤديه الشرطة يفكو لك من صباح الرحمن دا كما بالليل داك عادي يعني تحصل كتير يعني ناس كتال بنعرفهم فتحوا جضايا عادي في حياة زيدي فالقلامة الحرامة في تاني يوم في إمتق والله أنا أقسم بالله بعرف زل دهل أخوانه ناهو صحو بالليل بس حرام ما وين وين أقبط أقبط جبط الحرام دقوا الحرام دا الليل دا كل إمت شوفوا في القصاص ربنا بقول لك يعني ولا يسرف في القتل خلاص إنه كان منصورا خلاص كفاية ما ضروري يقتل تاني لما زول الكتل أخوه دا يقتل أخوه يقتل لا هم ما يقتل وطاعدكتو العدالة في إمت فالحرامي دا جان بالليل في البيت دقوا الحرامي دا لغاية الصباح الصباح الحرامي قال ما يود الشرطة في الكوف الزول بعد ساعة ساعتين جدا قال لهم الباب تاني هيا يا جوعة قالوا لا 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 دا 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 تحدي في إمت فتحوا الباب جاهم بهدوء ولا منفعل زاد السلام عليهم وكده وقال لهم إنه عنده شريحة قريبة الوقت دا كانت فيه ووجعت منه أثناء عملية الدج وعنده خمسة نيات جاعدة كده في الجيب ومن الأفضل إنه ناس صديق ليه وهو ما عاشي زاده قال لهم ما قاعد يعني في إمت لكن أثناء الدج اللي هم بارئ العدي وقعد فشوفوا اللي هنا قال الله في إمت يعني دا حرامي حقيقة هو يا خنا ما عاربه يا خي دا حرامي صغيل حرامي ولا خالي سليك زاده ولا أعرفه في إمت وزيب الله هم منهم اللي اتنين في إلا دا معناه يا جماعة برضو الإنسان بيخطئ بالمناسبة أنا أتكال عن سليكيه في إمت الهناية يصنو الإنسان بيخطئ في إمت الزولة السوي غادي غلط في الشارع غادي سريك غادي فعل كويس لكن برضو لابد من رادع ولا بد من هو نفسه يصلح الحية دي برضا دي رسالة خلاص أها جسة تقبط حرامي ودعزيبه اتعارف الحرامي دا لو مات في يدك اتعارف الحوالي دا كلهم تتجرجل وغانون أعوز بالله منه كويس اتعارف قانونك السوداني ما شاء الله قانون هندي وبريطاني والمضافلة وكده سودانيا كويس اتعارف الكلام دا أنا بقول لك عشان ما تجعل في المشكلة أخالف كلامي دا وأمشي أعمل الدائر لكن لو وقعت في يدية اللحظة تنجبط وتتذكر الكلام دا وما بينفعك تاني كويس اتحاول سلم الأوميل إذا قابلت حرامي ميل علي أن يكون حولك ناس كبار في العمر لأنه ديل برضو عنده وما الحكمة ديلة الممكن يوقفوا لا يا شباب أغلب الفيديوهات اللي بنشوفها لأزال حرامي بنلقاها من ناس شباب أغلبهم ولغاية الأربعين كده لا دخل خمسين واحد وسبعين كاللي جيت يجيبه فيهم تتسعين كاللي جيت يجيبه كده قدره مزول كبر في العمر قدره ما كان أفضل خلاص قلق 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 عزيم يعني لو هو ده يتوب بكر عفوا انت ما بتوب دي حاجة المشكلة كمان انت الحرامي زادك يعني مشكلتك كمان مشكلة المشكلة هو بيجيك حرامي بيجي من هناك نية لله يجلوه على السرقة وحبز اللي يجلوه بقى باستة ولا بقى حصيدة ولا بقى كسرة يأكل بالمرة يبشير كده ينون كله كله بكر وشو الحمد لله فيهمتها لكن المشكلة وين الكارثة في انه الحرامي لما نيجيك هو بيجي حرامي لكن في لحظة من اللحظات غد يتحول لقاتل وغد يتحول لمنتهك الأحراد وغد يتحول لمجرم كبير جباله كان مجرم ومجرم كبير يبقى مجرم كبير جدا واخطر من ما كان كويس كمان هجي برضا من المشاكل من المشاكل انه الحرامي انت بتخاف منه لو جينا نناقش موضوعه انت بتخاف منه انه تكون داير تتفاهم معه وتقول له يا شاب يا اخي بتسريك مالك يا اخي في انت بتخاف الفرقة دي يكون الدكتر لا تعكيز على مستوى الرأس في انت يعني فرقتين كيف اللي حوالي تفتفتف في انت في انت في انت مشكلك كويس واحد من اهلنا جاء وحرامي في البيت عمنا الضو كويس لهو التحية يا حمد بخيد كويس عمنا الضو ده جاعد جاو حرامي هورا حرس الحرامي ليو كم يوم زي جارنا الدونقولاوي في صالحة حرس الحرامي واحد عشرين ليلة في انت بنوم تي سكف البيت في انت بس دائر الحرامي للي لا يجي لان نصر نقبل له تلفزيون وشاف ودك ياو لو انجل وراه وصل الباب الحرامي وانتصره واحد تاني حرامي الدكوع في رأسه ووقع يوغم يا عليو اللي جاعد واجه في انت لغاية ما قبض الحرامي كوي سينيات تكللت جهوده بالنجاح يعني فقريبنا الضو ده جاعد جاو حرامي دخل الحرامي هو شايل عصايا وراجد كده الحرامي دخل شايل برضو عصايا سلم لا الحرامي داخل بعد دخل المطبخ حتى دقام حاصروا بعد ده وانعتقد ده زكاء منه برضو لانه هم جايزوا عالبيت جبيل انه لو جا حرامي الحرامي دخل من المطبخ جمالي اتلاقوا هو جريبنا وهو في انت عين ده ويقعد في ده زي في المسلسلة في انت وزيرسة يقولك ف عائل الحرامي قال ليه هاليوم بتعدي بيين يعني بتعدي بيين تبشي وين قال لي بتعدي بيين ده قال ليه بعد بيب وكان جيت انت بعد بيب ما حالا جيت بيب قال ليه حلف ليه طلاق وما عارف والفلان والفلان والرمح الكوكاب والمهم غايتو اذا كان ليه مؤلفات بتاع الشعر كويس ومجلدات ضخمة في امتاع يعجز القارق عن قراءته في 33 الليلة كويس ما بكون تم ربعه فهذا الرجل بعد ما تم اشعاره دي وضرب الزول في يده وكسر له وضرب الزول في رجله وكسر له قبض الحرامي ودار اتباح الحرامي وانا والفلان وغاتلت في الجيش السوداني وانا سوي يا اخي والله يفضله ما في داعي ليه كويس قال لربح الحرامي الا زوجتك وركت لما تجيران جاي قال لي اللي حق الزول خلاص هو بدأ تماما يعني لما نقدم بدأ ينزف في انت شوف الحرامي هو بشر في النهاية اتعمل معاه اقبض بطريقة قبل ما انه يحاول يضربه أو يؤذيك في انت حتى لو دع الأمر يدينو بعدك سلم ولا يجرب مركز ودع شرطة أو كده لكن انت لما انت قمت يدعون معاه وانت زهتك تعامل السلطة انا جي السلطة تبقى في جديد جميع زيزة واما جمعة من التكفيرين الواحد يمشي بالجميع بسليها يعني لبس قصير كده وماشي في الشارع انت بيتناول السلطة انا جي بقول لا اله الا الله وبلين في الولية دك يعني السلطات ربنا جي على عشان تقوم يا بالدور ده هو لو اي مواطن يشيل حقه ما فسدت الارض خلاص امتهت كويس قال القلزول سبت ديانا في الشارع ولا اساء ولا كده بقول له وقل لا اله الا الله الزول ما قال بيقتع رأسه بالسف ده كان زمان يذكروا مجموعة ناز عباس مسجد الجرافة اللي بيتذكروا الكلام ده كويس بعد ما قتل الناس او يعني كيف يعني كتلنا ونحن عصبة ونحن ونحن ففي الصلاة بقول الناس في الصلاة جاء لما في الناس ضريب في ناس جاموا جارين وصلوا الباب والطلقة جاءتهم ماتوا في ناس جاعدين في السجود زي ده زي ده زي ده جاءتوا حاجة ما في كويس انا بظهر غدر الربنا كاتبوا سبحانه وتعالى ضرب الناس دي كلها لما الشرطة بعد ده اتطوقت المحل ضرب نفسه طلقاتين قالوا هو ما بسلم نفسه للكفار يعني لحول الله والله بالله علي رازم فيلا المتجمع لما ايزول يصدر احكامه وتشريعاته وفعله ده غلط كبير انا اتمنى رسالة لكل الشباب في كل الاحياء امرقوا دوريات في الحي نحن 2013 قمنا بدورية رائعة جدا كانت في صالحة واتطورت واتصدرت لغاية الشكلة واحياء كثيرة جدا هو في احياء صالحة كلها عمتنا من مربع واحد اعمت كلها احياء الدورية اللي كنا من نتكلم لها كنت بتكلم لها بعد كل صلاة جمعة او كل يومين كده بننور الناس عن الحاصل كانوا مشاركين فيها ابا ومات جزاهم الله خير كويس وشباب من صالحة يعني كمية كبيرة جدا كويس امرقوا دوريات وفي الدوريات احذروا حاجة واشوف الدوريات غالبة ما الهدف قبض الحرامي الدوريات الغالب فيها الارهاب مو ما تكبض الحرام ما من الساهل في امتى اذكر في الدورية ايامنا اللولا يجيني واحد ماشي بيدين انا معكم في الدورية والله الحرامي يلم في جدا بيدينك صحي كويس الله لا تأمن زي برضو واحد من الجيران انت رقلص الله بيا خليني نعطي الناس شير هم ساك الحرامي قبض كم حرامي وعمل كم هناك الحرامي رصد الحكاية دي يوم جي حرامي في الحي داري سيلك كده فواحد قال حرامي فهو ده طوال يستعد من هناك الحرامي ده قام جاري الزول ده جاري ورا الحرامي ده من مربع واحد في صالحة الغايد دخل بيوصور الجامعة لا ما تنجر لخصمك يا زول الارض بتاعته ما تلعب فيها هو جاهز لك هكا ما جاهز له في إمتى الزول ده جاري لغايد دخل بيوصور الجامعة بعد شوية تلفت على الزول كويس ما رجله سكين تلمع مع القمر مع ضوء القمر ها وتزهيب الأبصار مع الشمس كمان بالله الذي تلفت على الزول قلاس ما يتخطيني في رأسك ما لقيا تعال تعال الآله في زول والله والله المسابة اليوم جارية الحرامي رجعوا لها تاني وصلوا لغايد دكانوا آمن مطمئن في الأرض في إنت فإنت أحزر تسمع حرامي تجريسي خليك زول حذير وزول واعي جدا كويس ما تتعمل بردود الفعل خلاص لأنه إنت في إنت قبل فترة في صالح أيضا أنا أضرب لك لأنها أحداث قريبة ممكن أضرب لك ني حتة تانية لقي عداز قريبة برضو زول جاري جاري وين الزول هو ما حرامي اشتبهوا في أمره لو كان وقفوا الرام ممكن لكن بس الغدر يعني كويس الزول ده جاري جاري طلع في حتة يسمى مطعم باربي باربي ده التداخل على الصالح تلب من فوق جواجع كويس لما نتحاصر شديد وقع توفى ربنا يتغبله إن شاء الله للآن نمكن هنا القضية ما تقفلت صح لغاية لا كويس طيب الحمد النازل واجع الحرامي ده ميت الزول ده ميت وما حرامي كويس الشباب كلهم بصالح يرفوه لكن هو خاف جبه يلا انتبه برضو وضربة الخايف كارثة برضا كويس ربنا يتغبلوا هنا أي زول بالله اللي جيتو ولا غيره أعملوا دورية أمنع الحركة الزول ما بدي عارفو من حل دك ماشي بان يا حاج كويس بكل أدب احتراب ويتو خمسة ستة عشر عشر وما تخلي زول يجيل الأدب أو يطويل اللسان البتة ولو لجيت مظلوم في الحالة دي أنصره ولو لجيت زول محتاج أجيف معه كويس يا حاج علي إن شاء الله والله أنا ماشي الحتة الفلانية أنا سهلان الفلاني هو عندهم لا لا خذك ما تلقى في الهناي يقول لهم خلاص جزاكم الله خير كويس كل شي هول معه خلاص كويس زات وخلي زول زول اصل معه للبيت في متى عشان تشت برضو طريقة الاستخبار تتكت برضو الناس يجي معي يجي على همشاط ما كده في متى البلد دي يزول على همشاط في ناس ماسكين كلاش كده قد قد زي ما قال كويس فانا لا اريد ان اطيل اكتر في الحديث الناس تعمل معانا شير الصفح هنا المعلق الرياضي احمد الضي بشارة بقول تاني اخوان الجنوبيين ياريت تمشوا تطلعوا جوازات بشكل رسمي ممكن في ضرائب بتتدفع انا قبل قدتها الضرائب دي لما انت تدفع كويس لما دستولك وغانونك وتعاملك وسجل لك الضريبي والمصري وغيرها اتعملت مع الناس كده كويس ومع كل لاجي والله فيديون كتير بتتسدد لك الان والله في مشاريع كتير بتقدر تفتع قول وفرت من الكلام اذا قول عددهم 500000 اذا قول عددهم مليون اذا قول اللاجيين في السودان عموما عددهم عشرة مليون اذا قل اللاجيين الكتير شايد بالمناس اذا قل قول خمسة مليون من كل فرد فيهم الف دولار سنويا لما تدخل خزينة الدولة ما بترفيد ما بتنعيش خزينة الدولة ما عز انتك مشاهد بلدهم بيعملوا محاك كده وقلت له مشاهد ايدي ولا بيعملوا محاك كده على اي اتيحان ربنا ايدي العافية شيروا اللايب دا في جروباتكم لو زول قال لك يا حمد ضي دا مختفي قل له قاعد اللي هو اكتب في الصفحة في البحث في الفيسبوك المعلغ الرياضي يا حمد ضي بوشارة بتجيك الصفحة